بسم الله الرحمن الرحيم نتكلم النهاردة على اخر حاجة في الانقسام هو compare between الميوزس و الميتوزس الميوزس و الميتوزس difference between this nuclear division can be categorized according to the occurrence and process يعني انت عشان تفرق ما بين الميتوزس و الميوزس تفرق ما بينهم ما بين الأكيرانس الحدوث و البروسس الخطوات طيب اول حاجة الأكيرانس الحدوث الميوزس و الميتوزس الميوزس بيحدث في وقت محدد بس في كائنات التي تتكاثر تكاثر تكاثر جنسيا لكن ما يتوجس في السوماتيك سيلز في خلاجة جسرية لكن دا يحدث فين في المناسل بس طيب دا بيؤدي لتكوين الجميت لكن دا قلنا بيحدث في كل الخلايا جسمك معادة الربروداكتف أورغان ما يحصلش فيه الأعضاء التكاثرية لايه بيحصل فيه بيكون ايه وده سبب ونو يكون في عملية الجروس و عملية الريبير يبقى الميتوزس دا سيكتشن ربروداكتف أورغانيزبس دا في السوماتيك سيل دا في الجيرم سيل يعني دا بيحدث في السيكس سيلز لا دا بيحدث فيه القونتز بس دا في كل الخلايا معادة الريبروداكتف أورغان اللي إذا حصل فيه دامج يعني أو تلف يبقى يحصل له ريكاوري أو ريبير وبالتالي دا بيؤدي إلي تكوين الجاميots لكن دا يؤدي إلي تكوين أو قدي عملية ريبير أو القرث النمو الاختلاف ما بين الميتوزس و الميتوزس فيه البورسيدر الميتوزس اللي هي الخطوات فإحنا قلنا الميتوزس عبارة عن ميوزس 1 و ميوزس 2 فنجعلكم بالتا verser 1 والميميتوزس بعد ذلك نعمل الميتوزس 2 والميميتوزس طيب اول حقا الميتوزس 1 يبقى عندك البروفيس 1 برو ميتافيس 1 أنا فيس 1 لكن ما يتوجس ما عندوش لوان ولا تويبه هو البروفيس الميتافيس أنافيس أنتيلوفيس What is the difference between بروفيس 1 and بروفيس قلنا اللي بيحصل هنا هو نفس اللي بيحصل هنا لكن هنا بيحصل في حاجة جديدة خالص مختلفة ليلة عملية البيرين للسينابسز بيرينج بفمولوغس كرومزوم توالاو كروسينج أوفر لكن هنا نو بيرينج بانو كروسينج أوفر الميتافيس الكرومزومات المتمثلة المتشافة أزواج الكرومزوم تمثلة بتتضاعف على خط الاستواء هذا واحد أو هذا متماسل يبقى الثاني جنبيه أو موجوده يبقى ده حصل لكن هنا الدبلغاكتر كرومزوم مش دبلغاكتر همولوجس كرومزوم هنا بتعمل كرومزوم مستواج واحد بس كده بترتبه على خط الاستواء لكن هنا Duplicated Homologous Pair الأن في اس وان بتعمل Homologous Chromosomes Separate بتعمل separation للكرموزوم ده الكامل ده ده الكرموزوم ده يروح هنا الكرموزومه هنا المتمثلين لكن هنا انت هنا بتعمل separation لمن؟ للسيستر كرماتيد لأنه عبارة عن كرموزوم واحد ده سيستر كرماتيد هنا والسيستر كرماتيد هنا and becoming daughter chromosome في الحالة دي أول ما تفصله ما تقولش عليه سيستر كرماتيد ده سيستر كرموزوم and move to the opposite ball التيروفيس وان تو هابلويد كرموزوم of daughter سيستر يعني انت بعد انقسام الموسيس وان عندك خريتين لكن نوم ايه هابلويد number of كرموزوم بدأ تو ان لما ديك تبص على الخرية خيرت لأي هنا إن واحدة وإن واحدة طب وي الميتوزي ديك تو دوتر سيستر كرموزوم خريتين بنويتين برضو لكنها identical to the parent بدأت تو ان وما زالت برضو خليتين آه لكن كل واحدة برضو لسه تو ان تو ان وجينتیکل ايدنتيكل أنا محصلش crossing over الكمبار between الموسيس 2 و الميتوز البروفيس 2 أنا فيس 2 ميتا فيس 2 أنا فيس 2 أنتيلوفيس 2 البروفيس 2 no bearing كرموزوم no bearing كرموزوم no crossing over no crossing over like the mitosis لكن هنا بيبقى عندك الhabloid number لأن الخلية الانقسام الأولاني يخلي الخلية تبقى habloid number فيبقى عندك habloid number of chromosome of duplicated chromosome at the equator لكن هنا duplicated chromosome at the equator يعني انت بترتب هنا كرموزوم واحد وهنا برضو بترتب كرموزوم واحد لكن هنا عدد كرموزومات في الخلية بقى أصبح نصف العدد الأصلي لكن هنا لسه زب هو عدد زوجي sister chromatides move to the opposite bowl and become daughter chromosome in the move to the opposite bowl نفس بالزبط خالص يبقى sister chromatides separate هنا sister chromatides separate لأن هنا كرموزوم هنا كرموزوم بغض النظر بقى عن ان ده بأصبح نصف العدد وده العدد كم زمعوه طيب بعد كده يحصل عندك الوقت 4 habloid daughter cell بعد انقسام الموسيس تي يبقى عندك 1 2 3 4 n كرموزوم هنا لا يبقى عندك 2 cell 2 daughter cell and have the genetically identical have the same number of the same كرموزوم in the same position يبقى الموسيس يديك 4 number of the chromosome not genetically identical طبعا ليست متمثل لانه حصل في crossing over خالص فوق كده في البروفيس 1 لكن هنا يديك 2 daughter cell and are genetically identical لانه ما حصل شي هنا crossing over والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته